لمزيد من التفاصيل حول هذا المؤتمر الصحفي ينضم إلينا من واشنطن خالد خيري مراسل الغد تفضل خالد نعم في الواقع الولايات المتحدة اليوم تجيب على تساؤل مهم وجهته الأمم المتحدة وكبار المسؤولين في العالم حول من المسؤول عن استمرار الصراع في اليمن اليوم الولايات المتحدة تقول إن إيران هي المسؤولة عن استمرار الصراع في اليمن وهي التي تزود الحوثيين بالسواريخ التي تضرب من خلالها الإمارات والسعودية وتعمق من حالة لا استقرار داخل الأراضي اليمنية وتبعد مفاوضات السلام التي تجريها الأمم المتحدة الآن بعيدا وبالتالي براين هوكو يتحدث عن أدلة تدين استخدام إيران لسواريخ في الأراضي اليمنية هو في الوقت ذاتي يقول إن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية حاول مرارا استتابع الاستقرار في اليمن والحفاظ على وحدة وسيادة اليمن ولكن إيران هي التي لا تريد ذلك وتستهدف زعزعة الاتقرار في هذه المنطقة وضرب أيضا السعودية واليمن أيضا براين هوكو قال إن خيار التعامل العسكري مع إيران مطروح على الطاولة وهذا تؤكده الأولايات المتحدة أيضا شكرا جزيلا لك خالد خيري مراسلا قد كنت معنا من واشنطن